الحمد لله رب العالمين و أصلي و أسلم على قائد الغري المحجلين نبينا محمد عليه و على آله و أصحابه أفضل الصلاة و أزكى التسليم و بعد مشاهدي الكرام سلام الله عليكم و رحمته و بركاته و مرحبا بكم إلى لقاء جديد من برنامجكم ربيع القلوب و موعدنا اليوم مع الجزء السادس عشر من كتاب الله الذي يحوي آخر سورة الكهف و سورة مريم آخر سورة الكهف يضم القصة الأخيرة من الثلاث قصص التي وردت في سورة الكهف و هي قصة أصحاب الكهف ثم قصة أصحاب الجنة أو الرجل الذي هو صاحب الجنة ثم قصة أيضا ذي القرنين و هي القصة الأخيرة و قصة أيضا موسى مع الخضر عليه السلام التي وردت في الحلقة الماضية ختام سورة الكهف أيضا يتحدث عن قصة ذي القرنين و رحلاته الثلاث إلى الشرق و الغرب و الوسط و بنائه للسد في وجه أجوجة و مأجوج ثم بعد ذلك تأتي ذكر بعض ملامح يوم القيامة و مشهد من مشاهدها ثم تختم السورة ببعض الآيات العظيمة في تعظيم الله الواحد الأحد و تعظيم كلامه قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي أي لو كان البحر مدادا كالحبر لكلمات الله جل وعلا قال الله لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا ثم يختمه الله عز وجل بقوله قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه هنا يأتي شرطي العمل الصالح أي لا عمل صالح يقبل عند الله إلا بشرطين ما هما هذين الشرطين ذكرهما الله في آخر سورة الكهف بقوله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا العمل الصالح الذي على سنة أو هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا يبتدع فيه الإنسان ويكون على هدي المصطفى عليه السلام والشرط الثاني أن يكون خالصا فليعمل عملا صالحا هذا واحد ولا يشرك بعبادة ربه أحدا هذا الثنين الذي هو الإخلاص يلي سورة الكهف سورة مريم تلك السورة التي سميت باسم امرأة صالحة كانت هي أم المسيح عيسى صلوات الله وسلامه عليه وهي أحد السورة التي سميت أيضا باسم امرأة والسورة الأخرى كما أسلفنا قبل في حلقة ماضية هي سورة النساء فسورة النساء سورة مريم فيها أيضا دلالة على عظم شأن أو تقديرا لشأن النساء في ديننا الإسلامي وأنهما مقدرون وأنهما كما أسلفنا نصف المجتمع وأنهم يلدون النصف الآخر فهي ليست مهانة بل إن من تمام احترامها وتقديرها وصيانتها شرع الله الحجاب شرع الله عز وجل يعني جازاها أو رتب الأجر العظيم على بقائها في البيت وقرن في بيوتكن وعدم التبرج ولا تبرج نتبرج الجاهلية الأولى فكل ذلك تعظيم لحق المرأة فلا يعني يغتر مسلم بأصوات غربية أو ناعقة تأتي لتؤكد لنا عظم حق المرأة وحقها وعظم شأنها فديننا الإسلامي قد كفل هذا وهذا ظاهر في آيات القرآن في أحكام الشريعة وأيضا سور بعض القرآن التي استسميت باسم نساء كمريم عليه السلام ونساء أخرى ذكرنا في القرآن كأم موسى ويعني غيرها من النساء أو النسوة التي ضربنا أروع الأمثلة في المحافظة على هذا الدين بالاستمساك به وغير ذلك سورة مريم أيها الأكارم افتتحها الله عز وجل بقوله كافها يا عين صاد ما معنى هذا الكلام هذا أيها الإخوة من الحروف المقطعة التي يجب أن يقال الله تعالى أعلم بمرادها قال ربنا ذكر رحمة ربك عبده زكريا من تأمل في سورة مريم سيجد أن لفظ الرحمة تعدد في هذه السورة ذكر رحمة ربك عبده زكريا من الآيات أيضا قوله جل وعلا ستمر معنا كثيرا الحقيقة دعونا تأتي في مواضعها إذا تأملت في سورة مريم ستجد أيضا أن المواقف الحقيقة تستحق تلك الرحمة موقف طلبي يحيى عليه السلام الولد كما قال ربنا يا زكريا أو دعائه وإني خفت الموقع قال ربي أن يكون لي ولد إني وهن العظم مني قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة تخيل تلك المواقف ويدعو ربه جل وعلا أن يهبه ذلك الولد بعد أن اشتعل رأسه شيبة تصوير قرآني عجيب خلقه يعني إيجاد عيسى عليه السلام وولادته من غير أب ويعني ذلك الموقف العظيم الذي عانته مريم عليه السلام موقف أيضا يستحق الرحمة قصة موسى أو قصة إبراهيم عليه السلام مع والده وألفاظ الرحمة حينما ينادي والده أو يخاطبه يا أبتي يا أبتي يا أبتي أيضا ذكر رحمة الله بالمؤمنين ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية كل هذه الحقيقة الآيات تدلك على هذا المعنى العظيم من رحمة الله إلى أن يختمه الله عز وجل بقوله يوم نحشر المتقين إلى الرحمن إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم ووردا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا أيضا جاء في بعض الآيات أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا هذه السورة أيضا تظهر شخصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تقوية روحه وهذه القصص التي تشد من أزره صلى الله وسلم عليه لما ذكر فيها من بعض أحوال الأنبياء كذلك جاء فيها ذكر أنبياء الله كموسى وهارون كإدريس عليه السلام كإسماعيل عليه السلام وإبراهيم أيضا عليه السلام أما مريم فهي ليست نبيا كما ذكرنا في حلقات ماضية لأن الله عز وجل لم يبعث من الأنبياء والرسل نبيا من النساء وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة لأن ربنا جل وعلا يقول وما أرسلنا قبلك إلا رجالا لم نبعث قبلك من المرسلين والأنبياء إلا رجالا لم يبعث الله نساء من الأنبياء والرسل ولذا جاء ذكر هؤلاء الأنبياء تسلية لقلب الحبيب صلى الله عليه وسلم حتى يثبته الله ويثبت فؤاده كما قال ربنا في سورة هود نقص عليك من أنبائر وكذلك نقص عليك من أنبائر رسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين في قصة مريم تلك القصة العجيبة وحملها لعيسى عليه السلام يقول الله واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هي ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا وقفتنا مع هذه القصة العجيبة في قول الله عز وجل فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني ميت قبل هذا لاحظ الآن الكرب العظيم الذي فيه مريم عليه السلام وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا امرأة حامل للتو ولدت ضعيفة كيف تهز جذع نخلة أصلا كيف ولدت من غير رجل كل هذه الأسئلة سنستمع إلى جوابها بعد هذا الفاصل إن شاء الله هذه السورة العظيم أيها المباركون سورة مريم توصف بأنها سورة الرحمة لتعدد ذكر لفظ الرحمن جل وعلا واسم الرحمن سبحانه وتعالى في هذه السورة أيضا لذكر المواقف التي الحقيقة تستحق هذه الرحمة ولذا ربطت الرحمة أيضا باسم السورة التي هي سورة مريم فالله عز وجل قد أودع الرحمة أيضا في قلوب النساء وفي إفعدة النساء حتى يرحموا أبنائهم يرحموا أزواجهم حتى يصبروا على مشاق الحياة ولذا كان الرجل أودع الله عز وجل في الرجل القوة والصلابة والشدة والبأس الشديد والتحمل وأودع في المرأة الرحمة والسكينة والعاطف والحنان إلى غير ذلك من الأوصاف فاجتمع وصف الرحمة لهذه السورة وأحدث تناسبا رائعا بين اسمها أو وصفها وبين تفاصيلها الموقف الذي معنا موقف مريم عليه السلام حينما ولدت من غير رجل يعني جاءت بعيسى عليه السلام من غير الرجل كيف حدث هذا الحقيقة أن هذا أمر يستحق السؤال ولذا خافت مريم عليه السلام واستنكرت لما قالت أن يكون لولد ولم يمسسني بشر يعني أيضا لم أتصل برجل حتى ينتج بيننا ولد وخافت أيضا أن يقال أو يظن بها سوءا ولذلك قال قومه بعد ذلك يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية يعني ولم أخذ أنت لست من أصحاب يعني الفجور أو الزنا أو يعني الأخلاق الفاسدة ما كان أبوك امرأ سوء لم يكن هذا من أخلاق أبائك وأجدادك ولم تكن أمك بغية ونادوها هنا بقولهم يا أخت هارون هل المقصود هارون الذي هو النبي أخو موسى عليه السلام الصواب أنه ليس كذلك ليس أخو موسى عليه السلام ولكنه قيل أنه رجل صالح في قومها يسمى هارون فشبهوها وربطوها به يعني يا أخت ذلك الرجل الصالح لم نعهد عنك سوءا وقيل أيضا أنهم ربطوها بالنبي يعني يا أخت هارون يا أخت الأنبياء يعني لتبتلها ولصلاحها وإلا فالحق أن يقال والصواب كما عليه أهل العلم وهو الراجح بل جمهور أهل العلم أنها ليست نبية وإنما كانت امرأة صالحة طيب إذن كيف ولدت عيسى عليه السلام ولم يمسسها رجل لا بالحلال ولا بالحرام فكيف نتج هذا الولاد الجواب عن ذلك أنه قال أن جبريل عليه السلام كما ذكروا المفسرون نفخ في جيب درعها أي جاء عليه السلام ونفخ في جيب درعها هذا هو الجيب حتى حملت وتنحت إلى مكان بعيد فوضعت ذلك النبي الكريم وهو المسيح عليه السلام يقول ربنا وهزي إليك بجذع النخلة يطلب منها أو جاءها الوحي أن تهز بجذع النخلة هي وضعت عيسى عليه السلام تحت تلك النخلة وهي في عراء تحتاج الأكل تحتاج الشرب تحتاج المعالجة والمداوة تحتاج من يقف بجانبها فقال لها رب العالمين في هذه الآية يعني عبر ما جاءها عبر الوحي وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطب جنية هنا فائدة ثانية الأولى تتعلق بقوله هزي إليك بجذع النخلة نحن نعرف الآن أن الحامل إذا وضعت لو قيل لها ارفعي كوب ماء ربما ما استطاعت لو قيل لها تحركي بس سنتيمترات يسيرة سنتيمترات لم تستطع فكيف تهز جذع نخلة ليست شجرة يسيرة إنما جذع النخلة تعرفون جذع النخلة يكون قويا راسيا متينا يضرب بجذوره في الأرض قال الله عز وجل تساقط عليك رطب جنية هي الآن تريد أن تحصل على الثمر حتى تتقوى لكنه رب العالمين يريد أن يعني يغرس محنا عظيما في قلوب العباد وفي قلب تلك المرأة الصالحة وما هو ذلك الأمر هو فعل السبب الله يعلم أنه لا تستطيع أن تهجز جذع نخلة حتى ولو كانت سليمة لأنها امرأة ضعيفة كيف تهز نخلة؟ طيب امرأة وضعت قبل لحظات يعني حامل ووضعت ولدت فأيضا كيف تأمرها يا رب العالمين أن تهز ذلك الجذع ليتساقط ذلك الرطب هذا هو درس عملي في فعل الأسباب يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعقلها وتوكل على الإنسان أن يفعل السبب ثم يبذل الأسباب فليس معقول أن يأتي يا إنسان ويقول أنا والله سأجلس في هذا البيت إذا إن شاء الله الله أراد سيأتيني الرزق نقول لا توكل على الله ثم افعل الأسباب توكل على الله وأحسن الظن به ثم افعل الأسباب واطرق الأبواب وحاول أن تجد لك وظيفة أو رزقا فالله عز وجل يقول لها فقط أنت افعل السبب أما كيف وكيف هذه المرأة حامل ومن سيسقط هذا الرطب فإن ذلك بأمر الله هذه الفائدة الأولى الفائدة الثانية في قوله تساقط عليك رطبا جنية تساقط عليك رطبا جنية أي طرية اكتشف كثير من الأطباء في العصر الحديث فائدة الرطب للحامل تحديدا وللجائع بشكل عام فلذلك جاء من السنة أو في السنة الحث أو الندب على الإفطار على الرطب لا على التمر فقط بل على الرطب لما فيها من المكونات التي يحتاجها الجوف بعد الصيام أو بعد الجوع الشديد وجاء تحديدا يعني فضل أو يعني مناسبة الرطب وأكله للحامل بعد ولادتها أو يعني التي تلد في حال الولاد أن ذلك نافع جدا وهذا من أسرار الإعجاز القرآنية الذي ذكره الله عز وجل في كتابه وهذه الآية تحديدا أو اكتشاف أن الرطب يفيد الحامل أو الوالد التي تلد وأنه ذكر في القرآن جعل ذلك سببا لإسلام فئام كثير من الناس من المهتمين بالإعجاز العلمي الذين اكتشفوا أن الله عز وجل ذكر هذا في كتابه يقول ربنا جل وعلا في آخر سورة أيضا مريم في ذكر آيات محاجة إبراهيم أو دعوة إبراهيم لأبيه واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا وتليها آية كلها يفتتحها الله عز وجل بمنادات إبراهيم لأبيه بأرقي الألفاظ وبأجمل العبارات وهنا فائدتان الأولى يعني حسن الخلق هو المفتاح والبوابة لاستجابة الناس لدعوتك دائما وقول للناس حسن وقل لعبادي يقول التي هي أحسن حتى في مع حال غير الأهل الإسلام يقول ربنا للنبي صلى الله عليه وسلم وجادلهم بالتي هي أحسن وأحسن الحديث هو كلام الله جل وعلا الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابهة يلي كتاب الله يعني يلي المناقشة بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فالنبي الله عليه السلام قد أوتي جوامع الكلم وفيها الحجة الدامغة وفيها الدلالة البالغة التي يقنع الله عز وجل بها من أراد به خيرا وهذا أيضا من المفاتيح العظيمة وهو باب حسن الخلق والتأدب خصوصا أنه اجتمع لإبراهيم عليه السلام أمران دعوة يعني عامة أنه يدعو شخصا ليس على الحنيفية ثم هو يدعو والده فاجتمع له أمران وربما نقول اجتمع أمر ثالث وهو أنه رجل كبير سن وشريف في قومه فحينها يتوجب على الإنسان أن يتلطف في العبارات خصوصا إذا واجه مثل هذه الأحوال إبراهيم عليه السلام يمتثل كلام الله جل وعلا وربنا جل وعلا قد قال في كتابه في الحث على بر الوالدين وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم حتى لو كان والداك أو والديك كافرين غير مسلمين فلا تطعهما ولكن ماذا قال بعد ذلك وصاحبهما في الدنيا معروفة فالتلطف مع الوالدين أمره عظيم وشأنه كبير وكلما وفق الله العبد لذلك أحس الإنسان براحة في نفسه أحس في نفسه ببركة في تعامله مع الوالدين وتوفيق ورضى الله عن العبد أيضا الفائدة الثانية هي أن إبراهيم عليه السلام كان يستخدم النقاش العقلي للعاطفي يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب وكان ينوع بين العاطفة وبين العقل ولذا كان دعاؤه ودعوته مثالا للدعاة يحتذا من الآيات أيضا قول الله عز وجل في ذكر أحوال أهل النار وذكر أوصاف النار قال سبحانه وَإِن مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا أي وارد على النار كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا ربما يشكل هذا المعنى على بعض الناس فيقول وَإِن مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ثم يقول ثم ننجي الذين اتقوا يعني هل يدخل الناس كلهم النار ثم ينجي الله أهل الجنة كلا ليس هذا المعنى المقصود والله أعلم وَإِن مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا أي أن جميع الخلق وجميع البشر سيمرون على الصراط الذي نصب فوق النار نجانا الله وإياكم منها أهل الإيمان ينجون وأهل الكفر والنفاق وإعني أهل المعاصي يقعون في هذه النار وفي ذلك الجحيم أعادنا الله وإياكم من عذابه ووفقني وإياكم لسبل مرضاته أسأل الله أن يهدي قلوبنا وأن يصلح أعمالنا ونياتنا وذرياتنا وأن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا بهذا نكون ننتهينا من الجزء السادس عشر أو الخامس عشر نحن السادس عشر عفوا وفي الحلقة القادمة سنواصل إن شاء الله ما تبقى من بقية الجزء السادس عشر والجزء السابع عشر بمشيئة الله أستودعكم الله الذي لا تضيع ودايعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا